فالمسرح المدرسي مهم جداً في مدارسنا مهم جداً لتطوير التعليم مهم جداً أنه نجذب من خلال المسرح طلابنا للمدرسة تنطلق غداً بـ 19.05 فعليات مهرجان المسرح المدرسي العربي الأول هذا المهرجان بيستمر لمدة خمس أيام رح نحكي أكتر من الدول المشاركة شو العروض الموجودة مع ضيفنا الأستاذ واصف دلالعة مسؤول النشاط المدرسي في وزارة التربية والتعليم ومدير المهرجان صباح الخير أستاذ واصف صباح الخير أهلا وسهلا ويعطيكم العافية وبنهنيكم على انطلاق المهرجان للمسرح المدرسي الأول بداية شو صار لحتى يعني شو الخطوات اللي صارت لحتى أنه بدينا وعملنا هذا المهرجان الأول هنا في وزارة التربية والتعليم يعني موضوع المسرح المدرسي قديم وحديث قديم أنه موجود في مدارسنا من سنوات وعندنا مسابقاتنا لكن في السنوات الأخيرة عملنا على تطوير هذه المسابقات بحيث عمت مغضم مناطق المملكة بمدارسنا وكانت متنوعة في مجالات المسرح المدرسي المختلفة من مسرح منهاج مسرح مدرسي مسرح تماما في عدة مجالات وطورنا هذه المسابقات بحيث أنه صارت مثلا عن مستوى المديرية مستوى أقليم وآخرا في مستوى المملكة حتى وصلنا إلى مهرجان المسرح المدرسي الداخلي أو المحلي الذي يقام سنويا في هذا العام ارتعينا أنه مدام نحن كوزارة لم نتلك الطاقات ونمتلك الخبرات من مختصين لم تلك القدرة التنظيمية ما بنبسنا الشيء أنه نطرح الموضوع عربيا ونتكون الانطلاق العربي من الأردن وفعلا عملنا على هذا المشروع والحمد لله وصلنا الآن بحكي معك والشباب عم باستقبل الوفود في المطار وبكرا انطلاقا إن شاء الله حالو إذن هناك طلاب ومسرحيات مشاركة من ست دول عربية فبحب أعرف منك مين الدول العربية اللي تم اختيارها للمشاركة في المهرجان بالبداية بدأ أحكي لك عن الألية اللي صارت حتى وصلنا لاختيار هذه الدول احنا في البداية أطلقنا استمارة مشاركة بمعايير فنية اجتماعية تتفق مع الأردن ومع الدول العربية مع عاداتنا تقاليدنا وأرضا بمعايير فنية إلى علاقة بالأمور الفنية للمسرح قدم بعض الدول العربية اللي تنوي المشاركة بعثونا عروضهم كان لجنة مختصة لمشاهدة هذه العروض وانتقاء العروض التي تتفق مع هذه المعايير وفي النهاية تم انتقاء خمس عروض من خمس دول لهم جمهورية العراق المملكة العربية السعودية دولة الكويت دولة قطر وسلطنة عمان طوان والأردن نعم إذن هي مهرجانات مسرح مدرسي مسرح مدرسي هلأ البكرة رح تبدأ الفعاليات وبتستمر لغاية يوم الخميس شو الفعاليات اللي رح تكون غير العروض المسرحية طبعا الانتلاق بكرة إن شاء الله برعاية معالي وزير التربية والتعليم دكتور عزمي محافظة بحفل افتتاح وبيلي مباشرة عرض مسرحي الأردن اللي هو المشارك فيه الأردن وسيكون يوميا هناك عروض مسرحية على المسرح الرئيسي في المركز التقافي الملكي وعلى المسرح الدائري أيضا ويوجد فعاليات أخرى يعني غير العروض اليومية أن ورشات مسرحية تدريبية للطلاب المشاركة أيضا من الأردن ومن خارج الأردن يعني عندنا الوفد القطري رح يقدم ورشة تدريبية وعندنا شيء مهم جدا جدا وعلى من خلال شاشتكم بدء الكل لمتابعة المؤتمر المسرحي الذي سيقام يوم الثلاثة ساعة سادس مساء في قاطر المؤتمرات في المركز التقافي الملكي وهو مؤتمر مسرحي بعنوان عن المسرح المدرسي وأثره التربوي والتعليمي يشارك فيه قامات وخبرات أردنية وعربية منهم طبعا فنانتنا الكبيرة ست جوليات عواد وست لينة تل وهي ذات باع طويل في المسرح المدرسي الدكتور بشار لاليوي من العراق وهو أيضا مختص في المسرح المدرسي والأستاذ دريس النبهاني من سلطرة أهنمان وهو مسؤول عن المسرح المدرسي في سلطرة أهنمان رائعين إذن هاي الورشة أو المؤتمر رح يكون يوم الثلاثة الساعة ستة في قصر المؤتمرات أيوة في قاعة المؤتمرات المركز التقافي الملكي جدا مهم هون بحب أختم بحضرتك وخبرتك المسرحية واللي عم بتشوفه أدي مهم المسرح لطلاب المدارس المسرح يعني بجوز شوي يعني الحمد لله خلال السنوات القليل الماضية بدنا نغير شوي بالثقافة الموجودة عن مجتمعنا إنه المسرح مجرد يعني للمتعة فعليا المسرح هو متعة ترافقها التعليم يعني التعليم في متعة وهذا الشيء مهم جدا يعني المسرح يعتبر الآن في وزارة التربية والتعليم من أهم استراتيجيات التدريس للتدريس حتى المواد المختلفة في استخدام المسرح حتى المواد المختلفة نسميها عندنا اللي هو مسرحة المناهج يعني الدرس جامد ممكن تحويله لمشاهد تمثيلي بأدي الطلاب وبخرج الطلاب وبنقض الطلاب والمشاهدين الطلاب فلما يشاركوا فيه هذا رح يظل راسخ في بالهم طول الأمور فالمسرح المدرسي مهم جدا في مدارسنا مهم جدا لتطوير التعليم مهم جدا أنه نجذب من خلال المسرح طلابنا للمدرسة سير حب المدرسة أكثر من خلال المسرح والنشاطات المسرحية ويستوعب الدرس أكثر يعني ممكن الابتكار يخلي الواحد يقدم بغض النظر أي مادة على شكل مسرحية يعني فيه فرق بين التدريس بالتلقين وبين التدريس من خلال التمثيل التدريس بالتلقين الطالب رح يعتمد على حاسة واحدة السمع رح يسمع الأستاذ بحكي أما لما يشارك بكل حواسه بكل مشاعره هذا المشهد التمثيلي فأكيد هذا رح يترك أثر كبير داخل الطالب في حيث هذا الدرس اللي أخذوا بهذه الطريقة ما رح ينسع مية بالمية وبعدين دايماً الطلاب عندهم طاقات إبداعية خيالية يعني ميدان التربي ومدارسنا يجب الطاقات الطلابية بجميع مجالات الأنشطة سواء مسرح أو موسيقى أو رياضة أو تقافي ينقصهم التوجيه والرعاية والموجه والراعي لهم وزارة التربية والتعليم والحمد لله عندنا في وزارة التربية والتعليم إدارة كاملة مختصة هي إدارة النشاطات التربوية تعنى بهذا الموضوع المواهب الطلاب وتنميتها وسقلها بحيث نحتضنها ننميها نطورها والحمد لله بمجالات كثيرة نحن ننفس عربياً وعالمياً بالوضوع النشاطات هلأ منقدر نقول أكيد نحن نعرف أنه لما الطفل يدخل على المسرح هذا يكون أسلوب مثلاً أو طريقة لإثراء مفرداته للتعبير عن ذاته لإكتشاف مواهبه وهذا الشيء اللي نحن بحاجة إله نحن لا بدنا طالب يدرس وينسى بدنا طالب يكون قادر ينجح بالحياة فأديش بيأثر المسرح على ثقة الطالب بنفسه أديش بيأثر على نجاحه بالحياة يعني المسرح بيأثر على الجميع يعني من أكثر من ناحية على الطالب منها شخصيته بيقوي شخصيته وصارت عندنا حالات اللي هو يعني علاج لبعض الحالات المثل انقوائية مثل طالب منعزل ندمجه في عمل مسرحي يرجع يصير ما شاء الله عليه بعزز ثقة الطالب بنفسه بسكر شخصيته بنمي روح القائد داخله هذه من ناحية شخصيت الطالب من ناحية اجتماعية من ناحية ثقافية الطالب كل ما يعمل عمل هذا مخزون ثقافي إله سيظل في داخله فالمسرح من جميع النواحي هو فائدة الطالب من ناحية اجتماعية ثقافية اللغة العربية احنا منعززها داخل طلابنا من خلال المسرح يعني مسرحياتنا في المسرح المدرسي هي باللغة العربية الفصحة فاحنا من نمي هاي اللغة داخله قيامنا الوطنية والعادات والتقاليد من نميها من خلال المسرح هلأ ليش ما ترجع حصة مسرح أو يكون في بعض شو وإذا كان قبل حصة مسرح تبدأ من الصف الأول الابتدائي وتكمل يعني حصة مسرح أسبوعية مثلا بعتقد أنه هذا أكيد بتطلب توظيف معلمين ولكن ما بظن فيه نقص بمعلمين المسرح مثلا لا للأسف عدد المختصين في المسرح اللي داخل وزارة الترية والتعليم محدود ممكن هم طاقات وخبرات فعلا لكن العدد محدود وحتى يعني صعب جدا تحط في كل مدرسة معلم مسرح لأنه العدد قليل لكن اتجحنا احنا في وزارة الترية والتعليم حتى نست هاي الثورة لتدريب غير مختصين من المعلمين والمعلمات اللي عندهم رغبة على المسرح وفعلا خلال السنوات الماضية صار تدريب يعني يوصل العداد ما يقار بالألف معلم ومعلم ألف معلم ومعلم ومعلمة في مجال طبعا في منهم منجليزيا عربي معلم الصف والآن بنافس المختصين على مستوى المملكة يعني صار عندهم لأنهم داخلين عن حب حب المسرح وتدربوا على أساسيات المسرح دربناهم على خصوصية المسرح المدرسي والآن هم بشاركوا بالمسابقات بشاركوا بكل مسابقات المسرح على مستوى الوضع العربي على المستوى الداخلي نعم وبنافس المختصين وأذكر السنة في موضوع المسرح المناهج فازت عندنا مدرسة في بلد اسمها صمة في مديريت الطائبة الوسطية مدرسة فيها من الصف الأول للثالث طالبات مدرسة صغيرة أنا بأعرفها المدرسة بشكل شخصي يعني المعلمة معلم الصف وفازت البلد كذلك الأول على مستوى المملكة فعندنا مواهب عندنا طاقات معلمين والحمد لله قاعدين نستثمرها في مجال المسرح والحمد لله نجحنا في توظيف غير مختصين برضو في مجال المسرح بحيث يطوروا معنا ويكونوا سندنا في الميدان طبعا مية بالمية ويعطيكم ألف عافية ونتمنى يكون دائما سنويا دورات للمعلمين للمسرح حتى يقدروا يستفيدوا طلابنا بأكبر قدر ممكن لأن بالفعل إحنا بحاجة للابتكار في أسليب التعليم شكرا لوجودك معنا أستاذ واصف دلال عام مدير مهرجان المسرح المدرسي العربي أهلا سهلا أهلا أهلا